ترأس اليوم المدير العام للوكالة الوطنية للاستثمار والصادرات جلبي ميناسي فعاليات مؤتمر النقاش حول المشاكل التي تواجه النساء المستثمرات في شات تقرير عبدالله إبراهيم شرف الدين بصوت روضة صالح الحاش تحت شعار الحماية القضائية للنساء المستثمرات والاقتصاديات في البلاد جاء هذا المؤتمر النقاشي للنساء العاملات في الوكالة الوطنية للاستثمارات والصادرات تزامنا مع الأسبوع الوطني للمرأة الشادية دورة 2017 جمجي لسيان من جانبها أكدت على أن هذا اليوم هو يوم لتفكير النساء في أمورهن وكيفية إيجاد الحلول المناسبة لهن في المجال التجاري باعتبار أن المرأة شريك أساسي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية لذا يجب على الحكومة مساعدة المرأة لممارسة أنشطتها التجارية المدير العام للوكالة الوطنية للاستثمارات والصادرات من جهته تحدث عن هذا المؤتمر وفي نهاية المؤتمر طرحت أسئلة من قبل المشاركين والمشاركات جلها تنصب تحت كيفية سير قانون العمل التجاري أجابت عليها المحاضرة بكل وضوح